بعد أن تقدمت قوات النظام مدعومة بالميليشيات الشيعية باتجاه بلدة كنسبا وقلعة شلف تمكن المجاهدون من استعادة السيطرة على البلدة والقلعة من خلال هجوم ليلي معاكس تمكنوا من خلال هذا الهجوم من استعادة السيطرة على كامل النقاط التي تقدمت إليها قوات النظام تحت غطاء جويا روسي للحديث أكثر حول هذه العملية سأستضيف باتار وهو القياد في جيش الفتح السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بداية ان تحدثنا عن أسباب تقدم وسيطرة قوات النظام يوم أمس على بلدة كنسبا وقلعة شلف بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أسباب التي خولت النظام لكي يتقدم على قلعة شلف وكنسبا هي أسباب عديدة منها يقطع الطريق بين بداما وكنسبا فيرصده ناريا واحد اثنين هذه القلعة قلعة استراتيجية بالنسبة له لأنه يعتبرها نقطة عسكرية لقصف ورمي المناطق البعيدة التي لا يستطيع السيطرة عليها ثلاثة هي إن كانت في حوزتنا وتحت سيطرتنا نقطع له طرق امداده في غزالة وفي تلة طعومة والتلال التي حولها فنحن نسيطر على طرق امداده في سيطرتنا على هذه التلة فهذا السبب الذي أرغم النظام على أن يتقدم عليها وأن يسيطر عليها نعم ماذا تعني بلدة كنسبا وقلعة شلف للثوار والمجاهدي والله تعني الكثير لأنها قلعة عالية وتشرف على مناطق النظام في الطرف الثاني من غزالة وعكو وتلة طعومة وتلك المناطق وهي منطقة عالية واستراتيجية كونها يعني علوها يكون استراتيجية في المنطقة والحمد لله تمكننا الآن والسيطرنا عليها ونسأل الله أن نتابع العمل الذي نحن مقدمين عليه إن شاء الله نعم يعني يتساءل جميع المواطنين جميع المدنيين جميع النازحين في المخيمات على الحدود السورية التركية ماذا بعد كنسبا هل سيعودون إلى منازلهم في جبل الأكراد وهذا ما نطلبه من الله سبحانه وتعالى وهذا ما اعتدنا عليه يعني جيش الفتح كان عندما يرى النظام ينهار في منطقة يكر وراء حتى يأخذ المنطقة بالكامل وهذا ما نحن إن شاء الله مقبلين عليه نحن الآن بعد أن أخذنا قلعة شلف وكنسبا العمل إن شاء الله جاري إلى ما بعدها من تلة غزالة وطعومة وعكو وتلة الدبابات والبركان إن شاء الله هذه المناطق كلها إن شاء الله ستكون في المرحلة القادمة إن شاء الله وما هي إلى أيام قليلة يتفصلنا عن هذا الأمر إن شاء الله نسأل الله أن يسبتنا على هذا الأمر وأن ينصرنا فيه إن شاء الله إذن أعزائي المشاهدين قصف مدفعي وصاروخي عنيف تتعرض له بلدة كنسبا وقلعة شلف في هذه اللحظات ربما ستحمل الساعات القادمة أو الأيام القادمة تطورات جديدة في خارطة السيطرة هنا في جبل الأكراد ربما سيتقدم أثوار وربما من الممكن أن تتقدم قوات النظام وتسيطر على هذه النقاط محمد الأشقر لأوريانت نيوز ريف اللاذقية محمد الأشقر